في قطاع السكن حيث ألزمت وزارة السكن والعمران والمدينة مكتبية القوية العمومي بدفع قيمة السكن كاملة قبل تسلم وفتيح سكناتهم وستكون عملية الدفع إما عن طريق قروض بنكية أو بشرة من أموال المستفيد وحسب ما جاء به جريدة النهار نقلا عن مصادر رسمية من وزارة السكن وحسب ما كشفته مصادر رسمية بإغطاع السكن والعمران لجريدة النهار فإن الوزير عبد المجيد تبون شدد على ضرورة الحصول على السكوك الحملة للمبالغ المتبقية بعد دفع الشطر الأول من أجل ضمان عائدات مالية لاستكمال ما تبقى من مشاريعه في ورشة عرفت إنجاز مليوني وسبعمائة ألف وحدة سكنية منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد العزيز بفريقة سنة 1999 في انتظار استكمال ما تبقى من مشاريع تخص مختلف السياح موسيقى